طيب أنا معي ثلاث تقارير هسيب لك الثلاث تقارير دول هتقول مين اللي هيكلمك فيهم ومين اللي بيقولك توحشتيني ومين هيكلموا عليك كلام غير عادي طيب يلا بيب بشول الأسامي هتشوفوا مني طيب يلا بيب تحياتي للكابتن مصطفى عبدو والكابتن هاني رمزي وكل مشاهدي قناة الأهلي في الحقيقة كابتن هاني رمزي من اللاعبين المؤثرين في تاريخ الكرة المصرية وفي تاريخ الاحتراف عموما في مصر يعني بردو ارتباطه بالنادي الأهلي في مرحلة الناشئين ثم مع كابتن محمود الجوهري كمان في منتخب مصر في جيل تسعين والصعود لكاس العالم يمكن كان أصغر لعيب يكون موجود في هذا الجيل احترافه بداية من نيو شاتل سويسري وكان قبلها فيه زي تجربة مع ساو سامتون الإنجليزي لكن ما اكتملتش بسبب فشل ساو سامتون في إقناع الأهلي بالتخلي عن كابتن هاني رمزي من نيو شاتل مع مدرب كبير زي راي هاجرسون واللعب في بطولة كاس الاتحاد الأوروبي ثم متابعة من أوتوري هاجل ونادي فيردر بريمن الألماني كابتن هاني رمزي أول محترف مصري ياخد بطولة في واحد من التوب فايف انه اخد اول ما بدأ مع فيردر بريمن اخد الكاس السوبر الألماني والمباراة كانت كبيرة ضد بيرني ميونيخ وكان بيلعب على مجموعة من المهاجمين الكبار منهم بابان في المباراة دي كانت اول مباراة له مع فيردر بريمن وبعد كده تمتد المسيرة لانه يكون اول لعيب مصري يلعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في المراحل النهائية لها دور المجموعات ووقتها كان حدث كبير يمكن ما خدش حقه لانه ما كانش فيه سوشل ميديا يمكن كانت مرحلة كايزر سلاوترن وكان موجود برضو المدرب أوتوري هاجل وهو من أفضل المدربين في ألمانيا ومن أفضل المدربين على مستوى العالم وكان عنده ثقة كبيرة طول الوقت فيه امكانيات الكابتن هاني رمزي لو هتكلم عن كابتن هاني رمزي كمان في الاحتراف احنا بنتكلم عن 15 سنة في البوندز ليجا 15 سنة في البوندز ليجا مش وقت قليل وفي مرحلة كمان الكرة في التسعينات كانت حقبة قوية جدا لكرة القدم عالميا الكواليتي اللعيبة كان مختلف كان بيلعب على فراودة زي جوفاني إيلبر مثلا البرازيلي في بايرن ميونيخ وجنبيه في الفريق بتاعه في كايزر سلاوترن كان معاه مايكل بالاك كان معاه ميروسلاف كلوزا يعني هو لعب مع جيل من أعظم الأجيال اللي جات في الكرة الألمانية أعتقد أنه حتى الآن الكابتن هاني رمزي مقدمش كل اللي عنده في التدريب وما زال عنده ما يقدمه إن شاء الله تكون المرحلة اللي جاية مرحلة مختلفة ويكون موفق فيها إن شاء الله إذا خاد تجارب تدريبية لكنه على صعيد العمل الإعلامي بيقدم حاجة مميزة جدا وبتمند له كل التوفيق داي أنا أولا أعتبر نفسي كأعلامي مش محظوظ لأنه دخلت النادي الأهلي كان في التوقيت اللي كابتن هاني رمزي بيخرج بالنادي الأهلي قد خلت النادي الأهلي سنة التسعين هو ده التوقيت اللي كان كان التابتن هاني رمزي بيخرج لمسيرته الاحترافية겠 كنت أتمنى أن أكون قريب من كابتن هاني رمزي الفترة دية زي ما كنت قريب من عدة كبير جدا من نجوم النادي الأهلي أو وسط things in naad the attacking لكن كابتن هاني رمزي طبعا واحد قدم لنا اول تجربة احترافية حقيقية يعني في بداية السينات اه كنا نتكلم ان ده كان بداية عصر الاحتراف في مصر بعد كاس العالم في ايطاليا الكابتن جوري فتح باب الاحتراف لكن اول 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 تجربة حقيقية احترافية كانت ممثلة في كابتن هاني رمزي احنا اعلمين للأسف شديد ما كانش عندنا وسائل المتابعة بالشكل ده ان احنا قدرنا نتابع مسيرته في المانيا بشكل كبير جدا كان كنا يدوبك بنستنى بفرغ الصبر رجوعه من المانيا في اجازة كان بيعمل مؤتمر صحفية بس كانت مصغرية مش مؤتمر صحفي كبير كان نقب معاه في جنيه النادي الاهي بيحكي لنا على مسيرته هناك ومباراته لأسف ما كناش ما كانش عندنا الوسائل اللي على بيها المتاح ان احنا نتابعه بشكل كبير جدا زي ما تابع عمدرات محمد صلاح لو كانت الوسائل ده المتاحة اعتقد ان كان كابتن هاني رمزي دلوقتي بنتكلم على سيرة احترافية مختلفة جدا لان احنا كل ما رصدناه كان قليل جدا جدا خلال اللي كان بيصلنا من الصحفة الالمانية المترجمة من صحفة الالمانية كان بيتجن هنا على فترات بعيدة جدا كنا نعرف نتكلم على كابتن هاني رمزي لكن طبعا مسيرته كانت مسيرة رائعة جدا انا على نفسي كنت دايما كل سنة كل سنة كنت قابل كابتن هاني رمزي في اجازة ليه كنت بيسأله تيجي نادر الاهلي امتى كان دايما بيقولك ان هو حريص ينر مسيرته مع نادر الاهلي لكن انا كنت اتمنى ان ينر مسيرته مع نادر الاهلي بجد يعني ان هو كان كنت اتمنى تكون بدايته ونهايته ملعب التتش لكن طبعا ظروف الاحتراف مناعته ان هو يحقق حلمه وزروف كمان الاصابات انا عرفت انه كان وقت قرار ان هو يرجع للنادي الاهلي فعلا اتعرض لاصابة لكن انا بعتبر ان كابتن هاني رمزي واحد من ارثى قواعد الاحتراف الحقيق في مصر كابتن هاني رامزي هو بمساب الجنتلمان الكرة المصرية اول لعب محترف يصمد في الملاعب الاوروبية وبدأها في سن مبكر جدا. خمستاشر سنة تجربة سريعة وناجحة. نيوشاتل السويسري آآ فردر بريمن وكايزة سلاوتن الالمانيين. وقدر ان هو يعمل اسم كبير ويحفر للعب المصري اسم في كل الملاعب الاوروبية. ودايما كان آآ لما يشوفوا اي لعب مصري يسألوه تعرف رامزي فعلا هاني رامزي اسمه نجم كبير عمل كل شي على مستوى كرة القدم. على المستوى الاخلاقي آآ ممكن حدس ولا حرج انا كنت اعرفه آآ عن قرب هاني انسان متواضع جدا. آآ آآ امين جدا في كلامه وفي معاملته وفي كل شي يديك انطباع. هو فعلا محترف بمعنى الكلمة في كل شي عمل سوء للعب المصري. ادري يقدم اللعب المصري بصورة جيدة بعد منضياء الكاس العالم تسعين. وحتى دلوقتي في تجربته لما خد تجربة التدريب خد دورات وكان ممكن يمرن في الدور الالماني. وهو لعب مع كزا الصوت خد الدورات التدريبية. وآآ وقدر ان هو يآهل نفسه ان هو يشتغل مع عينبي ومع منتخب مصر ومنتخب اللومبي. وحاليا هو في قناة النادي الاهلي كاعلاني. مميز جدا وبيقدم برنامج مميز كل التوفيل الكابتن هاني اللي انا بعتبره كان ايقونة اللاعبين المحترفين للكرة المصرية على مدار تاريخها. قدمها بشكل جيد. وفتح الطريق اللي بعد كده اللي نجوم كبار شوفناهم تقلقوا وعملوا اسم كبير للكرة المصرية. هتقولي ايه الاول واحد ستدور بانوبي. عمر حبيبي. طبعا عمر مجتهد جدا. مش حاول عليه صحفي تقدر تقول عليه ان هو مؤرخ. يعني بيكتب بيكتب شكل اكتر من رائع. عنده عدة كتب مميزة جدا. عنده وعنده يمكن عمر الداني فلاشة كده عليها صور ليه والتاريخي كله من اول ما بدأت في. انت قوش تعرف. اه ومتابع اخبار مش اخبار هاني رمزي بس متابع اخبار المحترفين والمدربين عنده كتب رائعة مسقف جدا عمر يعني من الاصدقاء العزاز جدا وكلامه يعني بشكره عليه شكرا جزيلا. عمل لك فلاشة اه? عمل لي فلاشة. طب انا عاوز منك فلاشة عمر. عاوز فلاشة ليه يعني. عاوز له للاسف ما عنديش. فاتضح انه عنده ارشيف صور وعنده مباريات وعنده يعني راجل مجتهد مش لهاني ورمزي بس لكن عنده لنجوم كبير. لا 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 الصف عامة يعني هو اهلاو تعصب قوي. اهو طبعا. انا بقول لك عمر اهو. انا بش عاوز كتب ولا عاوز حاجة. انا عاوز لاشة? فيها تاريخة. هشوف بقى هتحقق لنا الكلام الدولة. واقول على هوا. طيب بالنسبة على عزة. على عزة طبعا طبعا من صحفيين الشطار جدا. وشخصية مهزبة جدا. اهلاوي بالدرجة الاولى. وفعلا انا كنت في فترات لما بيكون عندي اجازات كنت طبعا برجع على النادي الاهلي حتى كنت بقاهل نفسي. باتمرن شوية اذا كان في النادي الاهلي او بروح اين باتمرن. اه عشان احافظ على اليقضي. كنت بالتاقي بعلاء. وفي الفترات الاخيرة ما شاء الله يعني عامل حواراته التليفزيونية حقيقة بتعجبني جدا لانه اهلاوي بحب النادي الاهلي بجد. وعلى المستوى المهني شخصية محترمة جدا. طيب الاستاذ رجائي فتحي ده صحفي عايش في امريكا. فكنا موجودين وبالصدفة الكاميرا جبنا معنا. جميل طبعا انه يعني هو كلامه كمان يعني الواحد يسعد كمان على مستوى على مستوى حتى الناس اللي عايشة برا. اه الواحد سايب سمعة طيبة جدا جدا. اه بشكوره على الكلام اللي قالوا. وان شاء الله يعني اتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية كلهم. ان شاء الله.